نظمت جامعة الشارقة والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في مقر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك المنتدى الدولي لتطورات الاتصالات الفضائية بالتعاون مع منظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ والشبكة الإسلامية لتكنولوجيا الفضاء والعلوم التوازن الإقليمي والتحديات شعار النسخة الثانية من المنتدى الدولي لتطورات الاتصالات الفضائية الذي يهدف لمناقشة تحسين استخدام الموارد الفضائية في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتحقيق الفهم المشترك حول الاتصالات الفضائية بين الدول الأعضاء المؤتمر العلمي يعقد في أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك على مدار ثلاثة أيام ويناقش مجموعة من الموضوعات البحثية المهمة في مجال الاتصالات الفضائية كتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأهمية القانون الفضائي هناك العديد من المشاركين بأوراق علمية في مختلف مجالات الاتصالات الفضائية والأقمار الصناعية والتواصل مع الأقمار الصناعي من خلال المحطات الأرضية وتطورات العالمية في هذا المجال اليوم نشارك بمجموعة من المهندسي الفضاء عندنا اليوم إضافة إلى حضورنا الافتتاح عندنا كذلك ورقة علمية تتكلم عن السياسة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين الخطة الوطنية الاستراتيجية الثالثة للفضاء التي تنفذها ومسؤول عنها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين المؤتمر يناقش أيضا أكثر من 27 ورقة بحثية ويقدم ثمانية ورش تدريبية يشرف عليها نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجال الفضاء والفلك كما يتم خلاله بحث أهم المخاطر الأمنية المرتبطة بأنظمة الاتصالات الخاصة بالأقمار الصناعية الصغيرة وسبل توسيع أفاق التعاون الدولي لتطوير هذه الأنظمة المنتدى الدولي لتطورات الاتصالات الفضائية هو فرصة لإبراز دور الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في تعزيز التعليم والبحث العلمي والتعريف بسوق الاتصالات الفضائية العالمية والتواجهات التكنولوجية الحديثة لإخبار الدار فايزة برحاني أشارك